ازايكو اغلى وقت من المتابعين يا رب اكونوا بخير وبافضل حال ورجعت لكم في فيديو جديد النهاردة وان شاء الله في فيديو النهاردة هكلمكم عن ايه هي الشروط او الخطوات المهمة جدا اللي لازم ان احنا نعملها علشان نرقد البط وعلشان نضمن ان البطة ترقد على البيض من اول يوم لاخر يوم من غير ما تهج من على البيض ومن غير ما تاكل البيض وكمان لحد لما البيض يفقس معه هقول لكم الشروط دي كلها في الفيديو دوت وهواريكو بارتو كل حاجة عملي وهواريكو شكل العشوش عندي عاملة ازاي وازاي بقدر ان انا اوفر لهم اماكن للرقد باقل الامكانيات باقل التكاليف وكمان لو انا عندي اكتر من بطة ازاي اقدر ان انا اعمل لكل بطة مكان بعيد عن التانية علشان ما يبدوش على بعض وعلشان ما يخسروش بعض اه طبعا كل ده هتكلم عليه في الفيديو وهواريكو كل حاجة في الفيديو بس ياريت بس استعملوا لايك على الفيديو علشان في ناس كتير جدا بتتفرج على الفيديوهات وبتنسى انها تعمل لايك واللايك ده بيكون مهم جدا علشان الفيديو ترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس واكبر عدد من الناس تشوف الفيديو وتستفد منه وكمان لو بتشوفوني الاول مرة ياريت تشتركوا في القناة علشان القناة تكبر بكم وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد من عندي وطابعوا معايا الفيديو اول حاجة شروط لان احنا نختار بطة مناسبة للرقد لو احنا عندنا بطة شمرت لازم نختار بطة تكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده بطة تكون طويلة وتكون عريضة ويكون صدرها عريضة يعني انا عندي البطة اللي هو القافل لو حضراتكو هاتلاحظوا البطة اللي هناك ذوي هنجد بطة قسيرة جدا وطا طويلة وعريضة وinging لها خارجات طبعا نحنا لما هنجي نختار اللي هما اللي اتنين قدام حضراتكو دول لما هنجي نختار هنجد البطة اللي هي اللي حجمها كبير البطة الطويلة الي احنا هنضمن انحنا لما هتشتغل عندنا وتنتج عندنا انها هعجبه لنا بطة حجمه حلو وحجم كويس برغم ان البطتين اللي انا وراتهم لكو دول اخوات الا ان البطة اللي هي اللي حجمها ضعيف ديت يا ما شاء الله تقيلة بس هم صغيرين البطة دي جالها دور اسهال شديد بس وانا عزلتها عن باية اخوتها لحد لما تعالجت بس الاسهال طبعا لما بيجي للبط بيعجزه شوية او بمعنى اوضح بيخلي ان هو ما يتبرش معي بيخلي اللي هو زي ما بنقولك ده البط المقرمد او البط المتقز ده اول حاجة بنختارها نختار البطة اللي تكون مش حجمها كبيرة تكون عارضة تكون يعني شايفين البطتين اللي هناك دولت دولت اللي هما الامات اللي عندي اه البطتين اللي هي البيضة واللي جانبها ما شاء الله حجمهم عاملي ازاي وكمان هوريكوا الوقتي البط الباقي اللي رائد عندي هوريكوا برضو حاجة معاملة ازاي والاماكن اللي انا اخترتها في الترقيد لازم لما نجي ان احنا نختار بطة نختار بطة تكون هي اللي بتخدم نفسها بمعنى انها ما بيكونش محتاجة مننا اي مساعدة غير وقت فاحص البيت بس في بط هو اللي بيختار المكان بتاعه هو اللي بيعمل العش بتاعه هو اللي بيزبط الدنيا بتاعته علشان يرقط. تمام? وفي بط تاني بيحتاج ان احنا اللي نعمله كل حاجة. هو اهم حاجة عندنا بس ان البطة تكون نضيفة في رأدها ما تكونش البطة موسوسة. آآ بيت نام وام حد يجين جنب البيت قم سايب البيت وطفشانة او هاجة من على البيت. علشان كده احنا لازم لما نجي نختار بطة يرقط لأول مرة عندنا بنختار البطة اللي تكون نضيفة في رأدها. او البطة اللي تخدم نفسها آآ اللي هي لما نجي نشوفها ما تهجش منها على البيت. يعني انا الوقتي تعالوا بس كده معي نشوف البط اللي رائد هوريكم ازاي انا بختله الاماكن. وبرضو هوريكم البط ده عامل ازاي وفي بطة هي بطبيت بس ما عافش يا رائد يتولى لسه. اهي لو حضراتكم شايفينك. اللي هي البطة اللي جوة دي. انا طبعا اخترت لها المكان ده لاني آآ البطة دي انضيفة جدا بس انا حابب ان انا ما حطهاش بره مع بقيت الطيور. آآ علشان ترقد على البيت كله. انا طبعا الخرن ده انا اللي كنت عامله كده. كنت عامله كده بكاسر عندي. آآ وكمان آآ كانت آآ وقتها احنا كنا في الشتاء وجمعت اللي هي الطينة بتاعة السطحة بمعنى اوضح وهي عملت بها الخن ده. تمام? فهو ده اول خن كده انا ما اراته لكم او اول عش للبط اللي هي رائده فيه طبعا المكان اهم حاجة. البيت بتاع البطة ديت هقولوك كان متوسخ جدا. انا آآ اللهم صلى على النبي لما جيت. علشان خلاص عرفت ان اقربت ترقد مسكة البيت وجدت مية وحطت فيها آآ غطى بتادين. يعني جرد المية حلو كده صغير وحطت فيه غطى بتادين وقعد تمسح البيت وانشفه. علشان لازم شرطة اساسي ان البطة لما ترقد ترقد على بيض نظيف. البيت بتاعها ما يكونش متوسخ لاني ده بيأثر جدا على الجنين بتاع البط جوه البيضة. تمام? والمكان بتاعها يكون هادي بمعنى مش شرط ان هو هادي ان هو ما يكونش في طيور. لا هادي بمعنى ان الطيور ما تخشش على البيت بتاعها. يعني ما يكونش في فراخ بيض وتخش البيض على البيت بتاعها ده هيخسر البيض وهيخسر البطة نفسها. وابدقين كده البطة دي شكلها رأة ديت لان لو هتلاحظوا ما تلاقوها نتفت على البيض. آآ وزي ما انتم شايفين انا هقرب لكم البطة البطة ما بتتفش منها على البيض ولا حاجة بس يا مدام نتفت كده حتى لو نتف بسيط يبقى ايا كده خلاص انا عرف انها هترق. تمام? فايا البطة دي ما شاء الله يكن تحتها اتنشر بيضة وكانت دخلت بيضة التلاتاشر فايا بطة التلاتاشر بيضة تقريبا ورادة. يبقى ده كده اول مكان معنا. طبعا انا ما بعملش اي حاجة للبطة في الوقت ده غير اني بنضف لها المكان وبحط لها المية دايما باستمرار. طبعا هامل لها السقادي وهاجب لها بقى اه اي اه وعية كده هحط لها فيها الاكل. الاكل بتاعها طول فترة الرق ده هيكون عبارة عنها واشف. ده الش بقى علف فعيش ما تشوش اي حاجة المهم من الاكل يكون ناشف ما يكونش اكل بيت ولا اي حاجة. علشان ما يعفنش منه. ده غام كده فدية اول حاجة معنا خالص. نوضفت المكان ما لناشدعها بالبطة اللي رق ده. ما لناشدعها بالعاش بتاعها خالص. قال له ايه ازا كانت بدق قصرت. بنبدأ ان نضف مكانها بس. ما بنشيلش الاش كله علشان البطة ماتي الاش معانا. تمام كده ده اول عاش معانا هو. وتعالوا بقى نكمل عندي بقية البطة وعريكوا البط رائد فيه. وهي معانا هنا تاني بطة زي ما حضراتكم شايفين هي رق ده جوه هي نفعين من بتاعة الحمام. اعود يعيوني الحمام هي رق ده فعين من تحت كده. انا كل اللي انا عملته له حتى اطلعها سفتوب زي ما حضراتكم شايفين كده. وهي حتى تطلعها هي تتقوماش تحت منها علشان تكون طريعة البيض ما تكونش البيض منه للخشب على طول فالبيض يتقصر مني. فدي خطوة برضو مهمة جدا ان احنا آآ نفرش حاجة تحت البيض لو المكان اللي تحته على صبة. او آآ المكان على خشب علشان البيض ما يتقصرش مني. من الرقد البط على البيض. البيض ما يتقصرش. تمام? فدي كده خطوة مهمة برضو لازم ان احنا نعملها. طبعا كلنا هنبقى عارفين لو اللي عنده قش اللي عنده تبن اللي عنده انشارة يفرشها اللي عنده. انا هتطلقى مفقد تنفض بقرس قديم عندي من اللي هو الحاجات اللي بتبقى فيه وحطتهم رقدت وما فيش اي مشكلة. اما حاجة ان المكان بتاعها يكون تحت عطري والمكان نضيف علشان البيض ما يتقصرش مني. البطة دي بتخرج تشرب وتاكل برة وتعمل الحمام بتاعها وترجع تاني ترقد على البيض. ما فيش اي طيور بتبدأ انها تزاجها. تمام? يبقى دي كده يا تاني بطة ده عندي اهي. وبرده تعالوا هنا هوريكم حاجة. دوت كده تاني خنة هوت انا برضو عملته. اه انا عامله كده برضو بطوبة هوت واسمنت وحطت شكرة من جوا كده. وحطت حتة خشبة فوق واي حاجة كده الدري. ليه? لاني البط وديات انا بقى محاططها علي كده على شاء الله وبطة عايزة تخش تبيض وتخرج. وما فيش برضو اي طيور تبدأ ان هي تزاجها. تمام? ببقى ده كده تاني مكان معنا هو. او تلت مكان معنا. وفي وسط الطيور علي على السطحة اهم حاجة. السادة اللي احنا نسدها سواء بقلب قبل كاش او بخشبة او باي صفيحة او اي حاجة. المهم ان البطة تكون المكان بتاعها يكون امان لها. وما تبدأش انها تخاف منه او تهج منه لو اندي سببها جاني البط من عالبيض اني الطيور تخش فيه. بقى رابع مكان انا عامله برضو للطيور اهو. زي ما حضراتكم شايفين وعبارة عن هنا. هو في بطة هي طبعا دي رأضة بتبيض. بس للاسف ده مش بضها. هي رأضة بتبيض على بيض البطة البيضة. يعني ده مش بيضة. فمعنى كده ان انا لازم اخد البطة دي احبسها في مكان لحد ما اطبيض. لاني البيض اللي هنا ده مش بضها. هي مش هدية تقوم خالص ثواني كده بنشوف عليها. هي عليها البيضة وعايزة تبيض. بس المكان ده مش مكانها. ده مكان البطة التانية اللي هي البيضة. هي اللي ببيض في المكان ده. فانا بقى هعمل ايه في البطة ديت? هقول لكم الوقت. شايف? هي ده المكان اهو بتاع البطة البيضة. هي عاملة العش بتاعها. فطبعا انا لازم اخد البطة ديت علشان ما تبيضش على بيض البطة ديت. ويبدأ ان هم يرؤدوا فوق بعض ويخسروا بعض. فتعالي بقى كده. ده المكان اللي هنلسا مورهولكم اهو. انا هدخلها جوه. وهحبسها بال بالمخدة ده. هحطها لها كسدة علشان ما تخرجش من المكان ده خالص. اهو. بالمنظر ده كده. وهسيبها بقى لحد مضبي. مش هخرجع من المكان ده لحد مضبي. وبعد كده هشل السدة ديت واعملها نص سدة زي ما انتم شفتوها. علشان تعرف ان ده خلاص كده مكان البيض بتاعه تبدأ ان هي تخش البيض تاني. تمام فهي دي شكل العشوش. انا قرأتها لكم كده. ده شكل العشوش عندي اللي انا بعملها للطيور. باقل الامكانيات وباقل التكاليف. اهم ما حاجة. نركز علشان ما حسدش نفس المشكلة اللي كده بتحصل ليه. ان بطتين يرقضوا على بعض. لان البطتين هيرقضوا على بعض. يبقى خلاص. عليه العوض في البيض. البيض خسر. لان البط بالذات ما ينفعش اتنين يرقضوا على بعض. لان دي هتدفي ودي هتسقق. دي هتقوم. دي هترقض. فاللي هو ممكن الاتنين اصلا يتخنقهم يكسروا البيض. فعلشان كده ما ما افضلش ولا برجح اي حد ان هو يرقت بطتين مع بعض. تمام? في حاجة تانية ان البطة اللي احنا نكون يعني لو احنا في فصل الصيف. طبعا زي ما انتم شايفين هي خرجت اهي. وبرضو هتروح على نفس المكان تاني علشان تبطت. معا لين? هو ده مكان البطة البيضة اللي هي اللي واقفة دي. اه اختلاف الرقض بيختلف من فصل الصيف لفصل الشتاب. معنى ان احنا في الصيف لازم نوفر للبطة المية لان البطة بيخش يرتب جسمه. وممكن نلاقي البطة قامت منها على البيض في الصيف لساعة او ساعتين. ده كده احنا نضمن او نتطمن ان البطة دي مع يعني نضيفها لان اه هي لو رأدت على البيض في درجة حرارة عالية جدا البيض هيبوس. فلما نلاقي البطة واقفة على البيض مش رأدة او البطة خرجت من على البيض وبعد كده رجعت له تاني بعدها بساعة او بساعتين. ما فيش اي خوف ده هي كده البطة نضيفة. والبطة كده تنرى. انا عاقل بقاشرون لانه كده اللي اتنين هيتشكلهم. بصوا بطتها ايه. اها شايفين هي البيضة اللي تبلت دي. طبعا انا هخرجهم بس كده علشان ايه? ما يحصل لش جنيه. او ده بطة البيضة. ما شاء الله ده تاني شو اللي هيتم حجم البيضة بقى جبيرة ازاي? والبيضة دي انا هفتح هنا. في المكان ده. هو ده تاني خلنا هو انا عامله. وما شاء الله بيترقوا اللي اتنين كان وراء دين قبل كده جنب بعض. فما فيش اي مشكلة بدان في عازل كده بينهم ما فيش اي مشكلة. فهي ديت الشروط اللي انا برقت بها البط عندي علشان اضمن نسبة فأسة عالية. آآ من البطة ايه. تمام? آآ ياريت بقى الفيديو داي يكون عجبكم. وتكونوا عملتم لايك على الفيديو. وتكون الفيديو النور دا كنوا استفدتم منه. عما حاجة بس منه تكونوا استفدتم. وياريت تكونوا اشتراكتوا في القناة لو كنتوا بتشوفوني لسه لاول مرة. اشوفكم في فيديو جديد على خير.